موسيقى قصة بلعم أو بلعام بن باورا وكاهن ذكر في التوراة في العهد القديم بدأت قصته في سفر العدد الإصحاح 22 كما ذكرت له قصة في القرآن الكريم والثورات الإسلامي حيث يعتقد أنه المقصود من الآيتين 175 و176 من سورة الأعراف في قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين قال ابن عباس رضي الله عنه ما هو بلعم تشير المصادر الكهنوتية أن بلعم كان نبيا لكنه لم يكن من بني إسرائيل وأنه بن بعورا إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتنا فنرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا هذا يساعدنا على النشر ويعيننا على الاستمرار أمر بلاق بن صفور ملك مؤاب بلعم أن يلعن شعب نبي الله موسى ويدعو عليهم لكن بلعم رفض وأغراه الملك بالمال لكنه رفض أيضا فأخذه بالاق إلى الجبل المشرف على البرية ليدعو على بني إسرائيل لكن بلعم نطق بلعن شعب مؤاب ومباركة بني إسرائيل وحاول بالاق ثلاث مرات كل مرة يأخذ بلعم إلى جبل آخر ويبني له سبعة مذابح ويضحي بسبعة ثيران وسبعة أكباش لكي يلعن بني إسرائيل لكن ينتهي به المطاف إلى مباركتهم وليس لعنهم وقتل بلعم على يد بني إسرائيل في معركة انتقامية ضد الميدانيين في النهاية قصة بلعم بن باعورا في القرآن الكريم وقعت تلك القصة في زمن نبي الله موسى عليه السلام وهي تحمل بين طياتها عبرة عظيمة وعظة للعالمين وعندما نزل القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نزلت تلك الآية الكريمة التي تخبرنا قصة هذا الرجل بلعم ابن بعورا لتكون عبرة وعظة يتعلم منها كل موحد بالله سبحانه وتعالى حيث جاء في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بلعم ابن بعورا عاش هذا الرجل في زمن سيدنا موسى عليه السلام وتلقى العلم على يديه حيث تعلم التوراة على يدي النبي الكريم وأتم حفظها وفهمها حتى أصبح من أعلم بني إسرائيل وبلغ درجة من العلم لم يبلغها أحد إلا الأنبياء والرسل وكان الكثيرون من بني إسرائيل يتلقون العلم على يديه ولقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فلقد آتاه الله تعالى من العلم ما لا يحصى ولا يعد وهذا من فضل الله تعالى عليه ومن تلك الآيات التي أعطاه الله له أنه كان مجاب الدعوة فأي دعوة كان يتوجه بها بلعم إلى أبواب السماء كان يحققها الله له سبحانه وتعالى ولكن بلعم كفر وضل عن طريق الحق بعد أن كان من المؤمنين كفر بلعم ابن معورا لقد أرسل النبي الله موسى عليه السلام بلعم إلى أهل مدين لكي يدعوهم إلى التوحيد والإيمان برسالة نبي الله موسى عليه السلام ولكن أهل مدين أغروهم بالمال والعطايا الكثيرة وعرضوا عليه كل ما يتمناه لكي يترك دعوة موسى عليه السلام وعرض عليه ملك مدين أن يتزوج بأجمل بنات مدين ويعيش بينهم غنيا وسيدا عليهم في مقابل أن يترك دين موسى عليه السلام وينضم إليه فطلب منهم أن يعطوه مهلة كي يفكر فيما عرضوه عليه ثم أخذ حماره وسار بها لكي يتخذ قراره ولكن شيطانه وهواه أرشده إلى ترك الحق واتباع الهواء فلقد اختار الدنيا الفانية وفضلها عن الآخرة الباقية وعماه حبه للمال والجاه عن حب الله تعالى ولما أخذ حماره عائدا لهم ليقيم معهم ويترك الحق نفر منه حماره وسجد لله سبحانه وتعالى وهكذا كفر بلعم العابد العالم بعد أن كان من المؤمنين وعندما قرر سيدنا موسى أن يسير بقومه إلى تلك الأرض ليدعوهم إلى دين الحق نزل قريبا منهم فلما علم الكنعانيون بالأمر هرعوا إلى بلعم يستنجدوه به ويقولون له لقد جاء موسى بن عمران ليخرجنا من أرضنا ويقتلنا ونحن قومك فقال لهم بلعم وماذا أفعل فقال له أنت رجل مجاب الدعوة فادعوا على موسى عليه السلام وقومه فقال لهم بلعم ويحكم إن هذا نبي الله وهؤلاء قومه كيف أدعو عليهم إنكم تلقون بي إلى التهلكة واستمروا في تحريضه حتى أطاعهم بلعم وصعد إلى الجبل ودعا على موسى عليه السلام من معه وكان كلما دعا على موسى وقومه بسوء أو هزيمة حول الله لسانه بهذا الدعاء على قومه من الكنعانيين وكلما دعا لقومه بالنصر والخير حول الله لسانه بهذا الدعاء إلى قوم موسى عليه السلام فيعم عليهم الخير والبركة فذهب إليه الكنعانيون وقال له أنت تدعو علينا بالهزيمة والشر فقال بلعم أنا أعلم ولكني لا أملك تغيير ذلك فكل ذلك يحدث دون إرادتي فقال له هل ستطرقنا هكذا فماذا نحن فاعلون فقال لهم سأحتال وأمكر حتى تتمكنوا من هزيمة بني إسرائيل وقال لهم إذا ارتكب بني إسرائيل المعاصي فسيخذلهم الله تبارك وتعالى وفكر بلعم في حيلة وهي أن يجملوا نساءهم بأنواع الزينة والتبرج والسفور وأن يعطوهم السلع ليذهبوا بها إلى بني إسرائيل ولا تمتنع أي منهن عن أي رجل من بني إسرائيل إن أرادها وطلب منهم أن تترك زوجاتهم رجال بني إسرائيل يزنون بهن وبهذا يصبح من العاصين وبالفعل هذا ما حدث فأرسل الله سبحانه وتعالى الطاعون ببني إسرائيل وكان هناك رجل يدعى صحاح بن عيراد كان غائبا عن المدينة وعندما حضر أخذ حربته ودخل على من يزني ثم قتله وخرج به من قبة البيت رافعا يديه إلى السماء وهو يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك فعفى الله عنهم ورفع عنهم الطاعون وقد بلغ عدد الهالكين منهم سبعون ألف أما بلعم فضرب الله به المثل والعبرة لكل من آتاه الله العلم وارتد إلى المعاصي وحطام الدنيا الزائلة رغم علمه بطريق الحق الذي لا طريق غيره ولكنها شهوة النفس والطمع ترجمة نانسي قنقر